النهاردة مانشاستوناتد فاز 2-1 على فولهم في الثانية الأخيرة الثانية الأخيرة 2-1 كلمة تعدين 1-1 قدر جيرناتشو لاعب أرجنتيني أسباني هو هيلعب للمنتخب الأرجنتيني أنه يسجل هدف الفوز جيرناتشو ده حكاية بيتقال عليه أنه هو خليفة كريستيانو رونالو عنده 18 سنة تعالوا أقول لكم تفاصيل كتير على جيرناتشو اللاعب الشاب الواعد جدا بالنجوم كرة القدم في العالم تعالوا نشوف هو لاعب شاب مواريد عام 2014 سنة يحمل الجنسياتين الأسبانية والأرجنتيني أنه اختار تمثيل الأخير بدأ جيرناتشو مسيرته في أكاديمية أتلاتكو مادريد وظهر بشكل ملفت مع الفريق المادريدي ليخطفه مانشستر يونايتد في 2020 ويضمه إلى فريق الشباب الروخة بيلانكوس الروخة بيلانكوس ده لقب قتلتكم مادريد جيرناتشو بدأ يزيع سيتو الموسم الماضي وتحديدا في مباراة إيفرتون للشباب حينما سجل هدفين واحتفل بطريقة رونالدو الشهيرة السي ومع نهاية الموسم الماضي دخل الأرجنتيني الشاب قائمة الفريق الأول لمنشستر يونايتد لأول مرة أمام نورش سيتي في مباراة سجل بها كريستيار نالدو هاتريك وقرر بعدها منح كرة الهاتريك إلى جيرناتشو بدلا من الاحتفال أو الاحتفاظ بها في الموسم الحالي إيريك تنهاج المدير فني المانشستر يونايتد وضع السقة في جيرناتشو وأشراكه في أربع مباراة بالدوري الأوروبي سجل خلالهم هدف الفوز في ريال سويسداد والذي جعله الثاني أصغر اللاعب غير إنجليزي يسجل الشياطي الحمر في البطولات الأوروبية صاحب الثاني عام شارك الموسم الحالي في خمسمية وتلاتين ديئة مع مختلف فرق منشستر يونايتد سجل خلالهم تلات أهداف وصنع تلات أهداف أخرى لعيب حكاية لعيب ممتع لعيب رائع هو كده خليط بين كريستيانو على جاريس بيل على ليونيل ميسي سريع جدا ده ليه جنب ومنازمة جاريس بيل فيه هدف شهير جدا في نهاية كأس ملك أسبانيا كان مباراة ريال مدريد وبرشلونة وجاريس بيل خد الكورة من عالجنب كده فكده اللي هو ضرب سبرينت سريع أو كده ووصل لجور وسجل هدف ليه هدف هو بقى مع فريق الشباب في مانشستر يونايتد سجله في إيفرتون ممكن تخش وتسريشه عليه عشان طبعا مش هقدر أعرض لكم بسبب الحقوق بس شوفوا الجول ده هو نسخة بالكربون من هدف جاريس بيل اللي هو من قبل نص الملعب ضرب سبرينت خد على الجنب كده وخد المدافع معاه ودخل لحد الجون وسجله النهار ده هدفه حلوة قوي اللي سجله فيه فلهم لعيب حريف وسريع وعنده شخصية ولعيب زكي ويعني من اللاعبين الواعدين جدا هو بيلعب للمنتخب الأرجنتيني هو جنسيته أرجنتينية أسبانية وكان بيلعب فيه أكاديمية أتلات كومدريد منشار سلونات تخد اللاعب ده بكام هو عنده 17 سنة من سنة فاتت خده من أتلات كومدريد بكام بربعمائة وخمسين ألف استرليني مش ربعمائة وخمسين مليون ربعمائة وخمسين ألف استرليني رقم زهيد جدا زهيد جدا يعني الولد ده أو اللاعب ده هو ولد يعني لسه عن 18 سنة اللاعب ده في المستقبل غالبا الله أعلم هيبقى واحد من نجوم كرة القدم في العالم منشار سلونات تخده بربعمائة وخمسين ألف استرليني السلام عليكم